السلام عليكم السلام عليكم أتمنى أنكم تكونوا في أحوال جيدة اليوم سوف نهضر لكم على تجربتي مع مصمار الكيف مصمار الكيف مصمار الكيف المغربة نسميها بمصمار الكيف كي يناف بلدان عربية أخرى يقدروا يعطيها أسماء أخرى في ميصر مثلا كي يسميها بمصمار اللحم وعامة بسمية المعروف بها هو مصمار القدم لأنه أكثر يكسب لنا القدم أو الأرجل دينا مصمار الكيف مصمار الكيف هي غير عبارة عن خلايا خلايا جلدية ولحمية كتكون صلبة وقصحة كتتركم لنا على السطح دي الجلد وكتكون بارزة كتكون بينها وبالتالي مني كان بقاونا نضغطه على الأرجل دينا أو الاحتيكاك تعل الأرجل دينا مع الأحدية مع الماشي مع كترة دي الوقوف كي يعطينا ألم وتما كي زاجنا أننا نشوفوا اليدين دينا والأرجل دينا وفي النتوءات وفي هادك التراكمات الجلدية في السطح دينا وبالتالي كتشوه لنا الشكل دينا والجلد دينا الأقدم دينا الأسباب الأسباب دينا هاد مصمار الكيف كينا بزافت على الأسباب من بينها إلا كنا نلبسوا الأحدية ضيقة يعني لكنا ندروس بابط مضيقين على الأرجل دينا أو صغار يعني ماشي المقاس دينا فمن الأفضل دائما ناخدوا أحدية اللي تكون في المقاس دينا أو زيدة شوية للمقاس دينا باش تكون الأرجل دينا مرتاحة في ذاك الحيدة ثم الكعب العالي نحنا نستعملوا الكعب العالي أولا نستعملوا ذاك النوعية الأحدية لتا تكون بلاس حدرة بزاف من الأفضل ناخدوا أحدية اللي تكون متوسطة في الكعب وتكون حتى صحية يعني ما تكون شخصها نحسوا بها شوية تكون رطبة تكون صحية الوزن الزائد حتى ورا مشكل يعني الأشخاص اللي كيكون عندهم وزن زائد أكتر عرضة لأنهم يتصابوا بهد مصمار ديال كيف في الأرجل ديالهم أو في الأقدام ديالهم حتى الأشخاص اللي مصابين بمرض سكري حتى هما معرضي لهد الإصابة مصمار ديال كيف ثم كينا ممكن يكون سبب أننا كن لبسوء مثلا الأحدية الريادية أحدية الريادية تكون غير صحية ما كن لبسوش معها مثلا الجوارب دونك ضروري خسنا نرتدي الجوارب باش كتحملنا الأرجل ديالنا لأنك نكونوا كندروا الريادة وبتالي كيكون ذاكت ضغط وحتيك على الأرجل والأقدام بشكل كبير دون ضروري من ارتداء ديال الجوارب إذا هذي بعض الأسباب أنا بعد شخصيا السبب الرئيسي في ظهور مصمار كيف في الأقدام ديالي كان هو الأحدية الضيقة صراحة كن لبس هي ماشي ضيقة ضيقة هي كتكون في المقاس ديالي نيشان غيرو كان كتكون بلا بعدها وكتكون مجموعة عليها على الأرجل ديالي ما كان حسش بها ضيقة ضيقة ولكن سببت لي هذي المشكل ديال المصمار ما عندي لزيادة في الوزن ولا تحاجها مشكل كان عندي في الأحدية الضيقة وأنا كنت كن لبس الكعب العالي ومع الخدمة كنت طلب الوقوف بشكل كبير ضوك ذلك الوقوف بكثرة مع الكعب العالي وزيد عليها حتى الأحدية ستكون حادرة بزاف ماشي كعب عالي يعني العكس حتى هي كنت كنت نرتديها بشكل كبير وتسببت لي في الظهر من صمار كيف صراحة أن جربت بعض العلاجات الطيبية أو بعض المحالي والطيبية التي كنت نشريها من فارماسيا بشكل عادي جربتها شحال من مرة صراحة ما نفعتني إذا ما كانت جريبتي شخصية ممكن أشخاص أخرين يكون عندهم مصمار الكيف ويمكن يخدوه علاجات تقوية ومنفع معهم أنا صراحة مني ظهر لي في الأرجل ديالي شوه لي الأقدم ديالي من الأسفل من التحت فبالتالي كان عندي مشكل ومني كان نلبس بابتك بدوه مع الحجم ديالك مصمار الكيف كبر وميكت قد ضغط عليه كي يعطيك الألم فكانت شكلية مشكل فبصدفة كنت نشوفها كبار انترنت في الفيديو وانا نصادف في الفيديو كي يهدر على قشور ديال الموز يعني أنا نستعملنا قشور ديال الموز لسقناهم على دك المسمار الكيف اللي عندنا في الأرجل ديالنا أو اللي عندنا في اليدين ديالنا فإذا دومنا على هاد العملية واحد الفترة معينة كي يختفي ما كدبش عليكم في اللي ولجتني شوية بيزا كيفاش قشور ديال البانان غادي نلسقهم هو الدول اللي شريتهم من نفع باسري وكان عندي حل واحد وانا ندير عملية على الكي لانه من غير اللاصقات التبية ومن غير المحالي للطبية كينما يسمى بعملية على الكي كيدديرو الكي بالليزر عند اليداغماطولوج يعني اختصاصيا في الأمراض الجيدية كيددير عملية على الكي والكي كي ياخد واحد الفترة ديال حصص يعني ديالسيونس عاد كتقدر تتخلص فعلا نهائيا وعاد كيكون الألم شوية أثناء عملية على الكي وكيتطلب حصص ومصاريف مادية وكيتطلب حصص ولكن بفضل ذاك الفيديو اللي شفتها بالصدفة يهدر على المنافع القشور ومن بينها يتم استعماله لإزالة مصار قلت قرأ نجربه على الله ما غان نخسر حتى شي حاجة درجة ما قشور الموز ما غد تسبب لي شي شي مشكل المعروف أن قشور تعال فواكي تكون غنية بالليتامينات وغنية بالأملاح مادينية بالتالي ما غدت سبب لي شي ضرر إلا ما كانتش غادي تنفعني فهو ما غدت سبب لي ضرر جربتها والصراحة اختفى مصار الكيف نهائيا من الأرجل ديالي بحي لعمره ما كان السخطه أنا ذاك مصار الكيف كان الحجم دياله كبير لدرجة أنا صفى صفى أخديت قرار أنني غد يمشي ندلو عمليتها لكي لأنها صفى ولا ما كانت ضغطة بالأرجل ديالي كيش تبب لي مشكل ألم وعاد كنت مقبلة على الزواج وبالتالي احنا في المغربة عندنا كنديروا الحنة ضروري إذا كيفاش غد نحط رجلية عند نقاشات نقشلية الحنة وقدام العائلة والأهل وغيكون رجلية في هدك مصار الكيف يعني تشوه الأرجل ما عليش تكون ما عليش تبني يعني فيها لذك الحنة مزيانة ولا حتى أنا نفسيا غد يكون كيش كلية مشكل الأرجل فيها مصار الكيف فالحل الوحيد كان هو المدوم على ذاك القشور ديال الموز كانت كنلصقها بشكل يومي قبل من ناس دون قبل النوم كتغسل رجلك عادي بالما بالصابون وكتتنشفهم زيان وكان أخد قشور ديال الموز يوميا ما عرفتش المده بطبط اللي كنترت ولكن أيام جوش الأسابيع تقريبا يعني الإنسان غري يداوم ممكن أسبوع ممكن جوش الأسابيع أنا صراحة كان الحجم ديالهم كبير وبالتالي خدمني شوية الوقت ما بقتش متكرة يمكن جوش الأسابيع ولكن زمان ما ما وصلش للشهر صديق أسبوع ولا أسبوعين وفعلا تخلص نهائيا مش حاجة اسمتها بسمال كيف في الأقدام ديالي وصراحة كان كي أرقني هاد المشكل ولكن تخلص منه بفضل قشور ديال الموز غادي تشوفوا كان دير فقط غير كان قطعوا القطع ديال الموز وكنلصقهم بواسطة لاصيقتها كاسبارادرات ديال الفارماسي وتنلصقهم عليهم وتنبيتهم عليهم للا كاملة لغدة صباح تنحيي ديال اللاصيقات ولا ممكن أحيانا جاكا نخلي ديال اللاصيقات بدك لقد تعدي الموز على ديال المسمال كيف ما عنديش مشكل حتى نحيي دها من بعد إلا مثلا الإنسان كيتود ولا كيغسل الرجلو بالماء دان من الأفضل ندرهم بالليل باش كيكل إنسان ما كيغسل الرجلو ولا يدو بالماء دونك واحد القادية ما تنسوهاش يعني منين ندروا ذاك القشور ديال الموز منين ننسقوها نبيتوها على الدين ديالنا ولا الرجلين ديالنا إلا كانوا فيهم هاد مسمار ديال كيف واللغدة منين نحيي دوا ذاك ذاك السبارادرات وعدي نمجدوا أن القطعة ديال ذاك الموزة في المكونات ديالة كل دابت صديقة شربتها شربها ذاك مسمار الكيف وعنحسوا أن ذاك المسمار الكيف ذاك النوتوات ديالو ذاك الخلايا الجلدية ديالو بحي لا أرتبعت ولا ترتبع دونك سهلة باش أنانين نقراتيوها يعني نحكوها شوية أنا صراحة كتكنستعمل ذاك الموزة على الحلاقة كتتتقراتي شي شوية اللي ممكن استعمل الحجرة الحجرة ديالي كنحكو بها الرجلين أنا كتكنستعمل صراحة موزة على الحلاقة وكان كينفا معايا ولكن غير أثناء ما تكون تتحكها بدك الموزة الحلاقة ماشيت تحكها بشكل كبير حتى يسيل الدم لا غسك توصل أن الدم يخرج لك من ذاك مسمار الكيف يعني كنديرو غير هاكا شوية كنغاتيو غير باش كنحيدو ذاك الخلايا الميتة اللي يسافي الترتبات لنا بدك القطعة تاع الكشرة تاع الموز وعودتاني بالليل كنعودو نفس الشي لمدة دي الأسبوع أسبوعين وصدقوني صدقوني تخلص نهائيا من مسمار الكيف اللي كان في الأرجل ديالي كنتمنى أن الفيديو يكون يفيدكم أنا صراحة بخطاجت معكم تجربتي شخصية شفت بزاف ديالي فيديو في الانترنت اللي تيهدرو على الطرق اللي كيستعملوها باش كي يزيلو مسمار تاع الكيف اللي كيستعمل مثلا زيت تعتومة مع زيت الكبريت مع زيت البرتقال شمع النحل كين طريقة كريم طبي بيافين كيدديرو مثلا مع طماطم المدية الطماطم كيلي مثلا كيستعمل العسل مع الكوركوم كي مزافت على الطرق ولكن صراحة أنا بصدفة صدفة طريقة القشور الموز طبقتها وصراحة نجحت معايا طبقوها ان شاء الله غاديت نجح معاكم وغاديت نهائيا وليس حاجة اسمتها من الصمار الكيف الاقتم ديالكم إذا عجبكم الفيديو ديروا اليجام وفي تحليقاتكم تتهمني وشكرا المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة